الدار بودكاست ومنذ ذلك الثاريخ لم يتوقف قطار الثعاون المغربي البلجيكي عن السير قدما على الرغم من مطبات واحدة القرن العشرين المزعزعة فمباشرة بعد الاستقلال استعادت العلاقات المغربية البلجيكية ألقها ونموها وتعززت على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والإنساني يكفي أن نتذكر اليوم أن 20% من سكان العاصمة البلجيكية والأوروبية بروكسيل من أصول مغربية لقد كان عامل الهجرة من بين العوامل المحركة لتعزز هذه العلاقات على مدى القرون الماضية وتحولت الجالية المغربية المقيمة في الديار البلجيكية إلى سفير حقيقي للثقافة والأصارة المغربية في هذا البلد المعروف من فتحه وتسامحه وتنوع مكوناته الدينية والعرقية باعتبار المملكة البلجيكية دولة تجمع بين قوميتين رئيسيتين تتعايشان منذ زمن طويل في إطار سلمي وديمقراطي يمثل نموذجا يحتدى به في العالم ولعل النجاح الذي حققه الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة لشراكة بين المغرب وبلجيكا يعكس هذا العمق الذي يميز العلاقات بين البلدين وكذا الأفاق الهائلة للتطور والنمو في مجالة عدة وقد أظهرت هذه الاجتماعات الأخيرة أن البلدين الذين حقق الكثير من النجاحات على مستوى إدارة الملفات المشتركة في المجالات الأمنية والقضائية والاجتماعية يسعيان فعلا إلى ترصيخ هذه الحصيلة الإيجابية بالمزيد من الإجراءات التي يمكن أن تؤتي أكلها على المدى المتوسط والبعيد ويعد التعاون الأمني بين البلدين نموذجا حقيقيا لهذه التجارب الرائلة في علاقات الدول الأوروبية بجرانها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط والعل إقرار المسؤولين البلجيكيين في مناسبات عدة بالضور الذي تلعبه المصالح الأمنية لبلادنا في تعزيز الأمن الوقائي والاستباقي ضد التهديدات الإرهابية التي تهدد المنطقة عموما ودول الاتحاد الأوروبي خاصة يشكل أساس الثقة القوية التي تربط بين المملكتين ومثل ما أسهمت الجالية المغربية النشيطة في إعادة بناء بلجيكا بعد الحرب العالمية الثانية وتطوير اقتصادها ونموها فإن المغرب يعاول كثيرا في الوقت الحالي ومستقبلا على مشاركة المقاولات البلجيكية في تطوير فرص التعاون الاقتصادي ولسيما في مجالات واعدة مثل الصناعات الدقيقة والطاقات البديلة أو الخضراء وهذا ما يفسر مذكرة التفاهم المتعلقة بمجال الطاقة الخضراء التي وقعها البلدان في عقاب الاجتماع وهي تروم تطوير التعاون بين الطرفين على أساس تحقيق المنفعة المتباذلة في مجال الطاقة الخضراء بما فيها الأمونيكا الأخضر وذلك عبر تشجيع التبادل في هذه المجالات ودعم الجهود التي يبدلها البلدان من أجل إنتاج وتوجيع الهيدروجين الأخضر والأمونيك لاستهلاك المحلي والتصدير قصة العلاقات بين البلدين تركز إذن على اعتزاز بالماضي العريق والمنهم للمملكتين والشعبين وأمالة واسعة في المستقبل الواعد بالكثير من الفرص والإمكانات الهائلة والعلى المملكة البلجيكية من أكثر دول منطقة البنولوكس وعيا بدور المغرب وقدرته الاقتصادية الهائلة التي تحتاج إلى اغتنام ثمارها وتوظيف نتائجها في بناء شراكة جديدة بين البلدين لكن لا بد من التذكير بأن على عاثق بلجيكا أيضا مسؤولية أخرى لتقل أهمية من أجل ضمان بناء هذه الشراكة إنها مهمة الدفاع عن مصالح المغرب في الاتحاد الأوروبي الذي تحتضن بلجيكا عاصمته وتعد بلدا أساسيا من البلدان المؤتلة في سياسته وإذا كانت بروكسيل تؤمن فعلا بمبدأ التعاون رابح رابح الذي لا طالما دعت إليه فمن الضروري أن تبدو لكل الجهود السياسية والديبلوماسية التي تجسد هذه القناعة